اشتركوا في القناة تقع في قلب الاندلس القديمة على بعد مئة كيلو متر شرقية قرطبة ولقد امتازت جيان باراضيها الخصبة كانت جيان ايام الدولة الاسلامية من اعظم قواعد الاندلس الوسطى ولعبت دورا مهما في تاريخ الاندلس الى ان اضطر محمد بن الاحمر سلطان غرناطة ان يتنازل عنها فيما تنازل عنه من بلاد الاندلس الى فرناندو الثالث ملك قشتالة في معاهدة الصلح التي عقدت بينهما في العام 643 من الهجرة ومن اهم معالم واثار جيان الاسلامية الحصن او القصبة الاندلسية والمعروفة اليوم باسم حصن سانتا ومن اشهر علماء جيان ابو علي الجياني الحسين بن محمد الغساني الامام الحافظ رئيس المحدثين بقرطبة كان رحمه الله من جهابذة الحفاظ قوية العربية بارع اللغة مقدما في الاداب والشعر والنسب وكان يتصدر للتدريس في جامع قرطبة قال له شيخه ابن عبدالبر أمانة الله في عنقك متى عثرت على اسم من أسماء الصحابة لم أذكره إلا ألحقته في كتابي يعني الاستيعاب في معرفة الأصحاب وهذا من تقدير الشيخ لتلميذه النجيب وتشجيعه له ومعرفة قدره وكان أبو علي الجياني رحمه الله إذا رأى أصحاب الحديث قال أهلا وسهلا بالذين أحبهم وأودهم في الله ذي الآلاء أهلا بقوم صالحين ذوي تقى غر الوجوه وزين كل ملاء يا طالبي علم النبي محمد ما أنتم وسواكم بسوائي